فالكوحة عرض وليس مرض عيب اوي 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 ان احنا في سنة 2021 واللي كوحة يروح يجيب ده وكوحة من الاجزخان عيب جدا لان هو حيضيع الكوحة وكوحة دي نعمة كبيرة جدا من ربنا نعمة كبيرة جدا هتكلم عليها بس الكوحة اسباب عديدة فما نقدرش ان انا بكوحة طب هتده وكوحة هيضيع الكوحة طي عندي صداع طبعا عندي مليون ده وده صداع طب افرد ورن في المخ راح العيان عشان كده بحذر لعاشر مرة والمئة مرة ممنوع علاج الاعراض عندي مغص ماخدش ده ومغص هيضيعه هيضيع المغص الا الدكتور اللي يكتبه او مغص معتاد ولو معتاد ولو معتاد ولا اي حاجة لا نعالج اعراض فالكوحة عرضت لها اسباب كثيرة جدا جدا تبدأ بحالة نفسية وتنتهي بالسرطانات فبص عليك بقى اولها ايه واخيرها ايه ومرا بالالتهاب الشعبي والالتهاب الرقوي والالتهاب البلوري ومية وهبوط في القلب احس باب ده سؤال في بكالالوس وحراك عارف انت صائد كالتها انا لسه صائد مفيش فايلة بيا مش عانجة انا لسه صائد مفيش فايلة بيا مش عانجة بس بس يعني اه داوب داوب يعني سؤال عندي اعمل لسه اتكلم عن الكوحة الكوحة بقى انواع كتيرة جدا منها كوحة جافة الناس كلها عارفاها يفضل يكوح وميطلعش بقى بسموها بنسميها كوحة جافة او انو كوحة ناشفة ناشفة اه وفي كوحة ببلغم بقى ام وكوحة مبلغم نعين نعين كبار جدا بلغم العين محسبوش كل شي طلع كلينيكس وبلغم بقى كمية دول اربع امراض لوحده اللي هو البلغم الكتير قوي دا مثلا خراج الرقة هو دا بيكوحة بس وعنده ملغم كمية كبيرة ونعمله الابحاث يطلع خراج رقة وجايز عايز جراحة وبدأ بكوحة خفيفة جدا جدا يعني في كوحة تانية اللي هي الكوحة النشفة الكوحة النشفة تكون حاجة مدايئة القصبة الهوائية مش الرقة حاجة مدايئة يعني الحالك لو جبت اي حاجة تضغط على القصبة الهوائية تكوح وكوحة نشفة مزعجة صدخة مزعجة فضيعة له رانين عجيب يعني حاجة تتشقصه وانت في القضة التانية نعم بيداني دول الراجل دا القصبة الهوائية بتاعته مضغوطة هيقولك الحاجة كوحته وحشة وحشة رانينها وحش قوي فقد يكون غدد في السدر ضغطة على القصبة الهوائية بتاعمل الكوحة اللي بتكلم عليها نشفة ورانين كده فيه كوحة جميلة جدا بقى اسمها باركينغ كف يعني اه نباحة باركينغ مش باركينغ مش بالبي بالبي باركينغ اللي هو الكلب اللي ما يهوا طب الكلبي هوا امتى لو شاف ناس هو دي هستيريا عنده كوحة نفسية لا تحدث الا في وجود ناس سميعة اه يعني حاجة تلاقي العيان هو بيضطر بإضطراب ما اه يفضل بيعبر عنه بالكوحة نفسية كوحة نفسية عايزة دكتور نفسي مش عم يحتاجين مناش دعو بي بسمهم مشخصها صح دي اللي هي ايبا؟ نوع من انواع الكوحة النشفة اطلع رغاوي من بقه دي بتبقى غالبا هبوط في القلب هبوط في الجهة اليسر القلب شو حرك قلب وجاي العيان يقول انا بكوحة اللي الدكتور بيقول انا بكوحة بكوحة يعني ما بيقولوش اي حاجة تاني لكن عادة المصحوب نهاجان شديد جدا ما يدرش يطلع خمس ست سنوات اه فيه عارض تاني اه ما يدرش ينام فيه الكوحة عارض منها اه نسأل بقى انت بتكوحة اطلع هو داخل العيادة انا بكوحة مم متدايم بكوحة اه وساعات بقى يضلل للدكتور مم تبتدخن او بدخن خلص تبقى السجاية ده فيه زمان زمان خالصه تلغت تلغت سنة سبعين حاجة اسمها سموكرز كاف يعني كوحة المدخنين ممم لغوه مفيش حاجة كده مفيش حاجة اسمها كده خالص لان المدخن اذا كح تبقى فيه مشكلة ممم يقولك لا استدابي داخل مم لك لكن تضيع مع هذه الكلمة امرات كثيرة جدا 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 مم منها الاورام مم ورم الرئة اللي هو احنا بنبحث عنه بدري انا بنخاف منه علاجه سهل جدا لو بدري لو اكتشف مبكر عنه لو بدري له اعراض كثيرة جدا جدا تشخيص ورم الرئة قد يكون صدفة مم بيعمل اشياء عالصدر عشان خايفين يكون عنده كورونا مم بيطلع عنده الورا مم ده حظه حلو اجو بدري حظه حلو جدا لسه ما جابش عراط ممم لا كح دم ولا تواجع ممم ولا كح ولا نهج ولا اي حاجة ده احسن مرحلة نشوف فيها المريض بتاع سرطان الرئة اكتشاف صدفة هو احراب تنصح مثلا من سن كام يبدأ الانسان زي ما بننصح السيدات سرطان السادي بالنسبة للناس عمم المدخن لازم يعمل اشعة صدر كل ستة وشرة تمام المدخن يعمل اشعة صدر كل ستة وشرة اشعة ابيدوس ودي العادية اشعة عادية خلص طلع في اي حاجة تشكك اعمل اشعة مقطعية طب مش مدخن كل سن مر رجل او سيدة رجل او سيدة فيه بداية سن من الربعين هو مش مكتوب الكلام ده الربع لسبعين مش مهم بقى لا على فكرة فيه بيبرز كتير اللي وصل لسبعين يعمل اي حاجة بقى اه عندوس مشكلة اه اه خلاص ولا ما وصل لسبعين سليم ام هيكمل يعني ام انما الي عنده سكر وصل لسبعين ده قطرخيره اهم اللي عنده ضغط وصل لسبعين قطرخيره ويحفظ على نفسه ام انما الي عنده أاي حاجة عنده 70 ده حلو او رجل ازيز يعني كويس طب نرجع بقى امتا الواحد يكح يعني يتعامل معاه بيدوء وإمتى يلابد لما يكوح فورا إذا كح ورأش في ريحة الدم جرع هو ده أول ما بيشوف الدم بينزل بجابة ما هو اللي بيحرك العياني يا أساز محمود في مصر مش هقول في العالم اللي بيحرك العيان في مصر حاكتين مهمين جدا الألم والدم مزبوط طبعا بس يعني الانتفاخ بيجي لنا بعد السنة يعني تسألوا انت عندك انتفاخ ده بقى دي يقول لك من خمس سنين طب ما جيتش ليه من خمس سنين آه صحيح ما هو بيتعالج بقى وقريبه بيقوله زميله بقى مش حاجة عنده ده كدرة كتير حواليه يعني خد فحمه وحتبقى لزيز فوجود الكحة معها بلغا معرق بدم معرق أو دم فرانك كده ده عالدكتور ديلي ده دم عقاك تماما